وخلال كلمته أمس في افتتاح معرض إدكس قال الفريق أول محمد زاكي القائد لعامل القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الواقع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من إمكانيات وقدرات تحمي وتؤمن استقراره وقال كمان أن القوات المسلحة المصرية هي الحصن الأمين لمقدرات الأمة وأن السعي لامتلاك مقدرات القوة هدفه الحفاظ على الأمن والسلام إن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري راقي يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمي روابط العلاقات بين الدول في المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربي فالواقع الحالي يؤكد أنه لابد للسلام من إمكانيات وقدرات تحمي وتؤمن استمراره وهذا واقع ستلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار الحضور الكريم إن القوات المسلحة المصرية كانت ولزالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة وسعيون لإمتلاك مكوومات القوة ليس سعياً إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموه بالصراعات وإن من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام ونتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل السوابت التي تزيدنا إصراراً على المضي قدماً في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام من الدفاع عن مقدرات شعوبنا